اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السورية والتحالف في الازمة اليمنية وما يحدث في ليبيا كلها محاور في حلقتنا لهذه الليلة لذلك اسمحوا لي ان ارحب بضيف الحقيقة الدكتور محمد المسفر استاذ العلوم السياسية بجامعة قطر دكتور اهلا وسهلا والسعداء بوجودك معنا اهلا وسهلا لكن دعونا مشاهدين قبل بداية الحوار ننتقل معكم الى هذا التقرير طبعا هذا التقرير يصلت الضوء على افتتاح سمو الامير لعدد من المشاريع التنموية كما يتطرق التقرير للجانب الانساني الجانب الخيري والذي توليه دولة قطر للاشقاء اينما كانوا نتابع معا هذا التقرير ثم العودة لبداية الحوار تفضل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدف شمل برعايته الكريمة حفل افتتاح متحف قطر الوطني في مبناه الجديد حضور بهيج من كبار الشخصيات من قطر وخارجها شهد ميلاد صرح عالمي يزخر بتاريخ قطر العريق ويتفاعل بموروثه الواسع مع العالم لماذا نبني المتاحف نحن لا نفعل ذلك لنخزن فيها مجموعة المقتنيات الفنية ولا لعرض الماضي بل من اجل تنوير الجمهور في قطر ومقيمين وزوار بماضينا وحاضرنا ومكاننا في العالم قطر تفتتح هذا الصرح المعرفي الثقافي الحضري وهي تفتخر بمسيرة ثابتة متنامية عبر الزمن تتجاوز بهدوء كل التحديات وقد أصبحت قطر أقوى بكثير منذ يونيو عام 2017 مواطنوها والمقيمون فيها يعملون سوية من أجل بناء البلد وتقوية الاقتصاد والحفاظ على كرامة الإنسان والدفاع عن الحقيقة تنمويا واصلت دولة قطر مسيرتها بثبات حيث تفضل حضرة صاحب السمو همير البلاد المفده فشمل برعايته الكريمة منذ يومين افتتاح محطة أم الحول للطاقة هذا المشروع الحيوي الذي أكد سمو الأمير المفده أنه إضافة نوعية ضمن مشاريع قطر للبنية التحتية التنموية حيث سيحدث فرقا حيويا في عدة قطاعات خاصة الأمن المائي والكهربائي محطة أم الحول للطاقة ذات القيمة الكبيرة للاقتصاد المحلي تتميز أيضا بتكنولوجيا عالمية صديقة للبيئة على الصعيد الدبلوماسي تواصل دولة قطر تفاعلها البنى لتعزيز الشراكة مع مختلف دول العالم حيث بحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع فخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ووزير الخارجية التنزاني تعزيز العلاقات بين البلدين كما كانت زيارة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى رواندا مناسبة لبحث تعزيز التعاون خلال لقاءات شملت دولة رئيس الوزراء الرواندي وعدد من كبار المسؤولين هناك على الصعيد الإنساني وأمام الوضع المتأزم في اليمن الشقيق وقع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية مع برنامج الغذاء العالمي اتفاقية لدعم الأنشطة الإنسانية ومساعدة اليمنيين الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 250 ألف شخص في مختلف المحافظات اليمنية إنسانيا أيضا أعلنت قطر الخيرية عن تقديم دعم مالي لمؤازرة أسر ضحايا مذبحة المسجدين في مدينة كرايست شيرتش بنيوزيلندا وذلك بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية حياكم الله مشاهدين الكرام إذن دكتور محمد تابعنا طبعا هذا التقرير سمو الأمير يفتتح متحف قطر الوطني ويلقي كلمة عن أهمية وجود مثل هذه المتاحف واستفادة الأجيال القادمة من هذه التنمية المستدامة هنا نتحدث عن أهمية حديث دولة قطر والقيادة القطرية عن المحافظة على التراث وأيضا على التاريخ القطري النابع عربيا وإسلاميا من خلال الاهتمام دائما بمثل هذه المتاحف بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء السلام عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين جميعا في عالمنا العربي يا سيدي في عملية المتاحف هي الذاكرة التاريخية للأمم والأمة التي ليس لها تاريخ وليس لها حضارة وليس لها موروث حضاري هي تعتبر في عداد الدول التي ليست على المستوى الذي يقاس أو يشار إليه وعلى هذا الأساس أقيم في قطر متحفين المتحف الإسلامي وهو الذي أهتم بالتراث الإسلام الحضاري الإنساني منذ نشأته إلى حد تاريخنا اليوم وهناك المتحف الوطني أو المتحف القوم الوطني القطري الذي دشنا اليوم وافتتح اليوم وكان يضم في داخل مباني الذاكرة التاريخية لنشأة قطر شعبا وتأصيلا وتأصيلا بالحضارات العربية والإسلامية عبر العصور والآن يشهدها الإنسان العربي يشهدها المواطن القطري ويشهدها المخبر وبالتالي نقول أنه عادة ما يكون في هذه الذاكرة التي تحرص دائما عليها الأمم ومن ضمن ذلك حرص سمو الأمير وحرص الإدارة السياسية القطرية بكاملها على أن يكون متوفر للأجيال القادمة ما يشار إلى تاريخهم على وجه العموم على وجه النظر والبصر والبصيرات فيما بعد نعم قطر أصبحت أقوى بكثير منذ يوليو عام 2017 طبعا كانت هذه الكلمات سمو الأمير هذه الليلة عند افتتاح متحف قطر الوطني برأيك كيف تتواكب مثل هذه الكلمات مع ما نراه اليوم من تنمية مستدامة قامت بها دولة قطر هذا قول القائد وهو يقول أنه نحن أقوى من ذلك العام لكن علينا أن نفسر ذلك ماذا نحن فيه اليوم إذا أخذت نحن الآن نطرق باب العام الثالث للحصار الذي فرض على دولة قطر ماذا صنعت دولة قطر في هذه الفترة التي هي مضت علينا الآن نرى أنها قد أنشأت أو قد عبدت طرق بما يساوي أكثر من 200 إلى 250 كيلو متر بين طرق الرئيسية وعمومية وبين جسور وكباري وأنفاق من شمال الدولة القطرية إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وبالتالي يعتبر ذلك أكبر إنجاز قد تم في داخل الحصار رغم كل الظروف التي هي تواجه قطر من حصار الجوار مع الأسف والأشقاء الذين كنا نعتمد عليهم الأمر الآخر عندما ترى إلى هذا الإنجاز الكبير ترى أيضا في الناحي الغذائية الناحي الغذائية كنا معتمدين اعتمادا قبل ذلك صحيح بفترة كبيرة حتى في طعام أطفالنا لكن اليوم أصبحنا ننتج ما نستطيع أن نستهلكه وقد حققنا أكثر من 80% الباقي 20% هو استجابة للتجارة العالمية أو منظمة للتجارة العالمية يأتينا من الخارج الأمر الآخر في هذا العمل إذا كان هذا فيما يتعلق بعملية الغذاء وفيما يتعلق بعملية التصنيع الصناعة نحن دخلنا في معراج الصناعة بعدما كنا نستورد كل صغيرة وكبير من الخارج بما في ذلك تضميد الجراح الآن أصبحت إنتاجا قطريا بكامل قوته إذن هي نعمة دكتور؟ طبعا هو ربا ضارة نافعة على أي حال هو ضرر لا شك تضررنا منه وتضرر الجوار منه أيضا وتضررت الأمة العربية العاملة الأخوان المقيمين معنا تضرروا في ذلك عن طريق المواصلات والاتصالات إلى مصر إلى المغرب إلى الجزائر إلى كل شيء تعرضوا لأزمات الحصار لكننا في معراج الصناعة أيضا دخلنا كان الألمنيوم نستورد الألمنيوم من دولة مجاورة صديقة وكنا نعتمد عليها اعتماد كامل بل كان إنتاجها يجب الآن نحن ننتج ما نستطيع ما قد يحقق ولأن أكثر من 60% من استهلاك المحلي الباقي يأتي من الخارج ليس أقول بمعنى دقة القول بأن هذا الحصار الذي أرادوا به ضررا وكمدا لنا استطعنا أن نخترق معالم الصناعة ومعالم حتى الزراعة في بلد تكاد تكون صحراوية لكنها تحولت عن طريق التقنية وعن طريق العلم وعن طريق المعرفة إلى أن تكون منتجة وقد ننتج أكثر من 50% من إنتاجنا في قادم الأيام إن شاء الله وهذا تأكيدا دكتور محمد على ما تحدث به والنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على القيادة وعلى دولة قطر والتعامل مع هذه الأزمة الأزمة الخليجية بالأمس كان هناك ابتتاح لمشاريع تنمية شهيدة الدولة لكن هذه المرة من منطقة أو من محطة أم الحول للطاقة التي افتتحها سمو الأمير قبل يومين من الآن طبعا هذه المحطة لمن تابع حيثيات وتفاصيل هذه المحطة معنية بالأمن المائي معنية بالأمن أيضا الكهربائي وهنا نتوقف قبل قليل تحدث عن الألمنيوم وعن الغذاء وعن حتى جرادات الجروح الحديث عن أمن مائي وعن أمن طاقة ودورهما في مسألة استدامة التنمية والاستقرار في دولة قطر في ظل أهداف كانت خبيثة من أجل القضاء على الاقتصاد القطري دعم أم الحول نقطة تحول في قطر لا شك في ذلك يعني عندنا الأمن السياسي عندنا الأمن الأسكري التحقق الأمن السياسي بفعل الوحدة الجبهة الداخلية المتماسكة والذي أثبتت الوحدة الوطنية نعم صحيح الوحدة الوطنية أثبتت حقيقة في هذا أنها أكثر ارتباطا بالتربة من أي زمن سابق على الإطلاق يعني حقيقة بكل معنى الكلمة أن المواطن الآن أصبح يذهب إلى المنتج المحلي قبل أن يشبع رغباته في منتجين آخر وذلك هو عبارة عن الارتباط الوطني أو الوطنية التي استدعيت بدون حافز أو بدون دعم حكومي في هذا الموقف وإنما به إرادة وطنية من المواطن حرصا على وطنه وقيادته أيضا أن أسميها وحدة الجبهة الداخلية القوية فإذا الأمن السياسي تحقق الأمن العسكري قد تحقق والحمد لله الآن سنة أيضا قوة أستطيع أقول أنها تستطيع أن تصد العداء في أي لحظة وتتصد له لسنا قوة طاغية كبيرة جدا لكنه سيهاب من يقرب إلينا لن يرى بعدها وهو حق مشروع وهو حق مشروع الدفاع عن النفس ولكن قد تمكننا من ذلك من تدريب حتى بما في ذلك الاستطيع ما يسمى بالخدمة الوطنية رأينا شباب كثير يتسابقون إلى الخدمة الوطنية تاركين وظائفهم وتاركين أماكنهم من أجل أن يكونوا أهبة الاستعداد في أي لحظة من اللحظات ينتاب قطر لا سمح الله أي أزمة من هذا إذن تحقق الأمن السياسي تحقق بوحدة الجبهة الداخلية تحقق الأمن العسكري عن طريق التعاون مع دول أخرى وعن طريق التسلح الجيد والتدريب الجيد عن طريق فتح المدارس العسكرية الآن التي بدأت التسعت على أشدها على كل الصعود إذن نحن تكلل ذلك أو وصل إلى مرحلة الأمن المائي والأمن الكهربائي كثيرا من الدول تفرض ضرائب على مواطنيها من أجل الكهرباء نحن المواطن القطري لا يتعرضوا لهذا الإنجاز لا يتعرضوا لهذا العذاب من قطاع كهرباء ومن قطاع مياه وإلى آخره إذن نحن حققنا إنجازا كبير من هذه المحطة وغيرها فإذا تحققت هذه الإنجازات إلى الإنجازات السابقة نقول نحن ما زلنا في معراج التقدم والصراء والصباق مع الزمن في أن نكون على أعلى مراحل ويقاسبنا الآخر وإن شاء الله دعنا دكتور حديثك طبعا في كل حاجة في الأمن المائي والأمن الكهربائي والأمن القذائي والأمن الاستراتيجي بشكل عام النظرة الاستراتيجية والخطة المستدامة في ظل هذه الأزمة نرى كل ما هو إيجابي ولله الحمد حتى القفزات الاقتصادية وما يسمى بالاستيراد والتصدير كل مجال في دولة قطر في ظل هذه الأزمة وهو بشهادة الجميع لا نتحدث من باب إعلامي أو تضليل معلوماتي ولكن هي أرقام صحيحة وصادقة تأتي دائما من مصدرها من هذه المشاريع دكتور محمد ننتقل إلى أفريقيا طبعا كانت هناك جولة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مؤخرا إلى تنزانيا ورواندا قبل ذلك كان هناك زيارات أيضا متبادلة بين دولة قطر وعدد من الدول الأفريقية كيف تتابع السياسة الخارجية في مسألة بناء علاقات استراتيجية مع دول العالم وبالأخص مع قارة أفريقيا سيدي السياسة الخارجية أو سياسة الدولة الخارجية أعتقد أن يضربوا بها المثل في مثل هذه الأزمات إذا أقست من الحصار إلى الآن من تاريخ 5 جون 17 إلى اليوم وهو تاريخ ما يسمى بالنكسة في دول مجلس التعاون أنت أسميته دكتور؟ لست الآن المسمي ولكن هذا هي نكسة حقا هذا الواقع هذا الواقع وتداولتها بعض الصحف ووسائل الإعلام أنها نكسة حقيقية في دول مجلس التعاون مساواتا بالنكسة في 67 التي حدثت للأمة العربية الشاملة أقول من ذلك التاريخ إلى اليوم أنه زار قطر أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة ووزراء خارجية ورؤساء حكومات وقادة عسكريين وبرلمانيون ورجال أعمال على كل الصعود وصلوا إلى هذه في أقل من سنتين كاملتين أن يصل هذا العدد الرغم من رؤوسات دول ورؤوسات الحكومات ألا ينبي الآخر بأن هناك ثقة في السياسة الخارجية القطرية وثقة في التعامل مع قطر ومصداقية الدولة القطرية مع مصداقية القيادة السياسية القطرية مع دول العالم كافة ونعود إلى أفريقيا كان سمو الأمير قد زار أفريقيا غرب أفريقيا صحيح وقد زار أيضا أمريكا اللاتينية وقد زار أوروبا بكاملها ومتابعة ساعدة وزير الخارجية نائب رأس مجلس الوزراء قد لا يستقر أكثر من ثلاثة أيام في الدوحة وهو ينتقل من عاصمة إلى عاصمة وبالترحاب في كل مؤتمرات الدول في كل الاجتماعات تعود بالفائدة والنفع على قطر أقول أن الدبلوماسية القطرية التي يقودها وزير الخارجية نائب رأس مجلس الوزراء حققت إنجازات كبيرة لم تستطع دول الحصار ولا غيرها حتى بما في ذلك مصر دعني من أنها من ضمن دول الحصار إلا أنها دولة عربية كبيرة لم تستطع أن تحقق ما حققته لمصر كما حققت السياسة الخارجية القطرية للشعب القطري وللمقيم في قطر من بقية الشعوب العربية وغيرها العاملين معنا في الدوحة ورقم دكتور محمد ورقم المحاولات في مسألة التشويه والكذب والتضليل على دولة قطر إلا أنه ولله الحمد الدبلوماسية القطرية عرفت كيف تتعامل مع هذه الأكاذيب والآن لا يخفى على الجميع كيف تنظر دول العالم إلى ما يحدث الآن في دول الخليج وبالأخص في هذه الأزمة المفتعلة من الخامس من يونيو عام 2017 أيضا الجانب الإنساني لدولة قطر دكتور تحدث عن كل شيء اقتصاد سياسة تبلوماسية عسكرية استراتيجية الآن تحدث عن الجانب الإنساني الجانب الخيري والذي توليه دولة قطر كم أنا شخصيا أفتخر بما تقوم به بلادي من هذا الباب الباب الإنساني والباب الخيري وهو ما يميز الصورة العامة والإطار العام لدولة قطر أنها لم تتخلى ولله الحمد رقم ما يحدث هنا وهناك عن هذا الدور اليوم قطر الخيري قامت بمؤازرة ضحايا أسر الضحايا في العملية الإرهابية في المسجدين في نيوزلندا وقبل ذلك هناك أيضا توقيع بين صندوق قطر التنمية وقطر للخيرية من جهة وأيضا برنامج القداء العالمي لدعم أكثر من ربع مليون يمني في أقلب المحافظات والمدن اليمنية كيف نتفهم كيف نقيم هذا الانطلاق وعدم التوقف في هذا الباب الباب الإنساني الباب الخيري ولله الحمد دولة قطر عندما تقدم مثل هذه الأعمال لا تنظروا إلى لون ولا إلى عرق ولا حتى إلى دين وهذا هو الأهم دكتور محمد هذا العمل فيما تقدمه قطر ليس جديدا عليها وقد قدمت الكثير وما زالت تقدم رغم الحصار الذي هي فيه إلى آخره فإذا أنت أخذت مثلا على جانب التعليم التعليم قطر على صفحات الأمم المتحدة هي قائدة أن تعليم العشرين مليون طفل في مناطق الأزمات في العالم عندك منظمة صلاتك التي تقوم بعملية تدريب وتطوير وتعليم كثير من الشباب العربية في أقطار عربية مختلفة الآن تقول بجمعية قطر الخيرية وغيرها أن تتعلم أن الجمعيات القطرية الخيرية حوربت واتهمت وأوشي بها بأنها منظمات إرهابية إلى الحد الذي شوه سمعة الخير وأهل الخير من أهل قطر وكذلك شوه سمعة الدولة باتهامها بأنها ممولة للإرهاب ومن ضمنها قطر الخيرية ومن ضمنها قطر الخيرية ولكن أثبتت هذه أثبتت الأمم المتحدة وأثبتت الدول التي تتلقى الدعم والإمداد من دولة قطر بأنها لا تشترط شرطا واحد وإنما تصل إلى صاحبه صاحب الحاجة وهو المريض إن كان مريضا الجائع إن كان جائعا صاحب المدرسة التي هي محطمة مدرسته وبالتالي نقول أن ما تقدمه قطر لأكثر من 250 طفل يمني عن طريق جمعية قطر الخيري عن طريق الأمم المتحدة هو خير شاهد لكن لا تنسى الصومال لا تنسى الجبوتي لا تنسى مناطق أخرى من العالم العربي قدمت قطر جمعيات قطر الخير في ذلك وبما في ذلك بعض الدول الأفريقية وجنوب شرق آسيا أيضا لها منظمة قائمة في قطر يعقد لها سنويا رابطا من أجل جمع التبرعات للفقراء والمساكين والمغلوبين في جنوب شرق آسيا والحمد لله الخير من أهل الخير وربنا أنعم علينا وبالتالي نحن نتواصل مع الإنسانية في كل مكان دون اشتراط ودون منة على أحد وهذا هو الأهم ودون أي طلب من أحد أن يقفوا حتى لم نطلب من أحد أن يقفوا معنا وإلا نوقف مساعدتنا عنه حتى الذين أوقفوا يعني الحكومة اليمنية هي داخلة في دول الحصار هي قطعت علاقات الدبلوماسية وفوق هذا نحن لم نرضى لم نقبل بأن يعيش أخواننا وشركائنا في هذا المنطقة بأزمة مالية أو أزمة قداء وأزمة دواء ونحن نتفرج وصلنا إلى الأمن رغم ما تفعله الحكومة اليمنية ونتمنى أن تخرج من أصرها من أجل أن تنعم أو تسعد الشعب اليمني ونحن نتساعد مع كل الدول التي تريد العمل من أجل هذه الإنقاذ الإنساني سواء في اليمن أو في القرن الأفريقي أو في أي مكانة أخرى ذكرت الدكتور محمد بأن دولة قطر ما زالت مستمرة بالمبادرات وبالأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية لليمن رغم أن الحكومة الشرعية هناك وقفت إلى جانب دول الحصار أنت تعي وأنا أعرف وكل من يشاهدنا اليوم برنامج الحقيقة يعي أن الأمر مغلوب على هؤلاء أنا أتوقف عند هذه الأزمة الأزمة اليمنية لكن هذه المرة من باب التحالف السعودي الإماراتي الذي دخل بالأمس تاريخ 26 من مارس عامه الخامس نستذكر ولن الحق في ذلك ماذا تحقق من الأزمة اليمنية لكن بعد الانتقال معك دكتور محمد وأيضا مع السادة المشاهدين إلى تقرير آخر يسلط الضوء على التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن طبعا هذا التحالف دخل عامه الخامس دون نتائج تذكر على أرض فالمواطن اليمني ما زال يعاني حتى هذه الساعة من الحرب والدمار والخراب لذلك المزيد في سياق التقرير التالي لا شيء جديد في يوميات الحرب التي تدور رحاها في اليمن سوى تعداد السنوات على التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد تشرق شمس السنة الخامسة ومعها يزداد الألم والمعاناة الدمار والخراب وصل لأغلب المحافظات اليمنية خلال سنوات أربع لم يحقق فيها التحالف أي من مبررات تدخله وفقا لإعلان عاصفة الحزم التي سرعان ما تغير اسمها ومضمونها مع انحسار الدول المشاركة فيها ومع إعلان مرحلة جديدة من العمليات تحت مسمى إعادة الأمل لم يتغير الواقع على الأرض واتسمت الضربات السعودية الإماراتية بالعشوائية ما فاقم من أعداد الضحايا في صفوف المدنيين ووفقا لمنظمة العفو الدولية أقدمت جميع أطراف النزاعي في اليمن على ارتكاب جرائم حرب وواصل التحالف الذي تقوده السعودية قصف مرافق البنية التحتية الأساسية كما شن هجمات دون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ذكرت أن 5144 مدنيا بينهم أكثر من 1184 طفلا قد قتلوا وأن ما يزيد عن 8749 مدنيا أصيبوا منذ النزاع في مارس آذار 2015 وفي أغسطس آب عام 2017 ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من ثلثي السكان في حاجة لمساعدات إنسانية وأن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص قد فروا من ديارهم وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من نصف مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا بسبب الافتقار إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية وكان ما يقرب من ألفي شخص قد توف من جراء وباء الكوليرا منذ بدء ظهوره عام 2016 أما المجاعة فهي المهدد الأكبر لأكثر من ثلاثة عشر مليون يمني الإمارات الطرف الأكثر إثارة للجدل في التحالف طرتها الاتهامات الموثقة بارتكاب فضائع لم يكن الإخفاء القصي والسجون السرية والتعذيب لنشطاء يمنيين سوى إحدى فصولها وسعت أبو ظبي إلى مد نفوذها على الجزر والموانئ بطريقة لم يجد اليمنيون وصفا لها سوى بالاحتلال حصيلة كارثية وفقا لأرقام الأمم المتحدة تشيب عبثية التدخل العسكري السعودي الإماراتي على مدار السنوات الأربع الماضية والمرطيات الميدانية تؤكد على عدم تحقيق أي تقدم يذكر بعد أن بقي الحثيون يسيطرون على مواقعهم في غالبية المدن وبقيت الأوضاع المزرية عنوانا لحياة المدنيين في اليمن الذي كان يوصف على مدار عقود بالوطن السعي حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن دكتور تابعنا طبعا هذا التقرير عمليات التحالف السعودي الإماراتي والذي دخل عامه الخامس على التوالف السادس والعشرين من مارس أي قبل يوم من هذا اليوم هنا وقت الحصاد لأربع سنوات مضت ماذا تحقق من أهداف هذا التحالف برأيك وكيف انعكس هذا التحالف على وضع الإنسان اليمني بشكل عام أخي مع الأسف أقولها مرة وأخرى وثارثة وقررت في هذا البرنامج أكثر مرة عندما أعلنت عاصفة الحزم في بداية المعارك كنت من أول المؤيدين والمؤيدين والكاتبين لصالحها ولكن مع الأسف الشديد أنه بعدما مرت ثلاثة أشهر من الأولى بديت أشعر بالخوف وخوفي ينقسم إلى قسمين الخوف الأولاني أنه لا أريد أن تكون العسكرية السعودية في موقف حرج ولا تحقق إنجازها وهي يعني معظم ضباطها متخرجي من أعظم الكليات العسكرية في الخارج وبيدها سلاح من أقوى وأعظم الآتد العسكرية في هذه المنطقة ثم أراها بعد خمس سنوات لا تستطيع أن تحقق أي إنجاز في هذا المنطقة أعتقد أنه هذا أصابني بإحباط كبير جدا وهي غيرة وليست حقدا حتى لا يفتكر الآخر بأننا من هذا المنبر نتحكم يعني نشمت بهذا نحن غيرين على أن تكون العسكرية العربية قادرة لتحقيق أي إنجاز وكنا نضرب على أنها ستتحول من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى أماكن أخرى لتنقذ الأزمة أو المأزق العربي الذي نعيش فيه لكن كما قلت وخيبت أماننا في هذا الموقف الأمر الآخر أنه بعد خمس سنوات نرى أن هذا التحالف قد هزى اليمن أولا بتشكيل مليشيات كثيرة زي النخبة الحضرمية النخبة الشبوانية النخبة إلى آخر من هذه النخبة العسكرية التي تقوم فقط من أجل المال ومن أجل تحقيق أهداف لبعض هذه القوى ولكنها لا تخدم الهدف الحقيقي لأهداف القوى التي جاءت من أجل تحقيق عودة الشرعية اليمنية الذي أعلن بها الآن نرى في الجدل اليمني حتى على وسائل الاتصال الرسمية حتى بنرى أن هناك الآن دعوة إلى أن السعودي هي المدعوة إلى أن تكون في ميدان المعركة فقط من أجل الإصلاح وأن غيرها يجب أن يخرج من هذا المنطقة هذه دعوات هذه دعوات ودعوات طلعوا بها رجال مسؤولين في الحكومة اليمنية التي تعيش الآن في الرياض في المنفى الاختياري بالضبط وبالتالي نقول أنه لم يتحقق إنجازا عسكريا على الأرض وإنما تحقق تفتيت للوحدة الإيمانية وخاصة في منطقة الجنوب أو ما يسمى باليمن المفيد فعندك الآن سقطرة فيها بشكل فيها مليشية جديدة اسمها النخبة السقطرية وفي عندك النخبة الحضرمية وفي عندك نخبة شبوة ونخبة عدن وفي عندك ما يسمى بالحزام الأمني أخيرا في تعز قبل يومين رأينا ماذا صنعوا صنعوا مجزرة رهيبة بأن الدولة اليمنية تريد المحافظ في تعز يريد أن يحقق الهدف الحقيقي من إلغاء جيوب القوى العابثة بالأمن اليمني ولكن تدخلت قوة أخرى من قوة التحالف إلى جانب هذه أبو العباس وجماعته الموضوع على قائمة الإرهاب والمغدى والمدعوم من قبل أطراف في التحالف ونقول أن هذا المأزق الحقيقي هو الذي قادر اليمن إلى حد الآن إلى التفتيت والتفكر الأمر الآخر إذا سمحت بي آخر تفضل دكتور أنه الآن ماذا سيحدث في اليمن إذا ظل الموقف كما هو فإن هناك جريمة كبرى وقد تتحمل مسؤوليتها القيادة السعودية بكاملة وقيادة الإمارات بكاملة حول ما يجري في اليمن حديثا وهي سيتحمل مسؤولية عالمية كبرى الآن في جهود كبيرة من المجتمع الدولي لإيقاف عملية الإمداد والتموين بالسلاح للسعودية بالرغم من الإثراء أو الربح الذي يحققون من هذا لكن في برلمانات ديمقراطية تمنع هذا العملية وبالتالي ستكون الدولة السعودية الوحدة في هذا الموقف لن تجد لها صديقا في هذا ولهذا السبب نقول أن الإنجاز السريع والأكبر والحدي الآن في أسرع وقت هو إنجاز المهمة التي قامت من أجلها وهي عودة الشرعية بذلك وإيقاف الحرب على أسس سليمة تمنع تكرره وإلا سيكون هناك أحزاب سياسية مسلحة في جنوب المملكة سيظل يحدد مستقبل المملكة ومستقبل عمان ومستقبل الخليج على مر السنوات القادمة لا سمح الله نعم دكتور حديثك الآن عن العابة السياسي هل بالإمكان أو أن يتصور المرء بأن استمرار عملية التحالف دون نتائج تذكر على الأرض هناك دمار هناك خراب هناك قتلى بعشرات الآلاف هناك مصابين وصلوا إلى مئات الآلاف هناك أمراض إلى آخره من هذه المصائب التي لا نتمنى أن نراها في أي قطر عربي الآن هل تعي تلك الدولتين أن ما يحدث الآن من عبث سياسي ومن ضياء أخلاقي انعكس على سمعة تلك الدولتين وبالتالي مسألة الاستمرار فيها عبث فيها مراهقة سياسية هل تعي القيادة في كلتا الدولتين يا سيد أنا أعتقد أنه يعني فيه غياب عقلي فيه غياب استراتيجي كبير جدا هم يعتقدون بأنه الحرب اليمنية السابقة في 67 في 62 63 إلى 67 في قيام الجمهورية والاعتماد على الرشاوة على هذه قبيلة وعلى هذا الجماعة وعلى هذا الآن هم أخذوا النمط الجديد اللي هي النخب التي يقومون بها وعملية الرشاوة هذه عملية الرشاوة لن تنتج لن تبدو لن تقدم لهم حلاً على الإطلاق عملية الحقيقية إذا أرادوا الجزم فهو القوات المسلحة اليمنية المسنودة أو المعتمدة من قبل الدولة والتي تلبس يونيفورم يعني وحدة برتبة العسكرية التي جيش نظامي جيش نظامي في مواجهة عصابات سميها الحوثيين سميها ماشيت لكنه التجزئة هذه والتفتيت في داخل المجتمع اليمن سينعكس سينعكس سلباً على وقد تنتقل المعركة إلى داخل وهذا الحوثيين بيهددون وعندهم سلاح هم استولوا على مخزون السلاح الاستراتيجي للجمهورية اليمنية بعد قتل عبدالله صالح وأصبحوا يملكون قوة صاروخية كبيرة والآن هم بيصنعون الطائرات هذه بدون طيار وتصلوا إلى مداهل التي تريده ومازالوا يهددون العاصمتين أبوظبي والرياض وأنا يعني يوسفني أقول بأنه إذا ظل الاستمرار بالشكل فإن الروح المعنوية للعسكرية السعودية ستنهار الروح المعنوية للمقاومة الوطنية في داخل المملكة ستكون أيضا مصابة بإحباط وبالتالي في ضرر اقتصادي كبير على المجتمع في استمرار في استمرار هذه الحرب نعم أيضا دكتور هناك من يقول أن العداء الواضح العداء المستمر من بعض الدول التحالف لنكون واضحين أيضا الإمارات ضد حزب أو مكون رئيسي من المكونات اليمنية وهو حزب الإصلاح اليمني ساهم في إطالة أمد هذه الأزمة هل تتفق مع هذا الطرح بأن مسألة العداء والنظر إلى الإسلام السياسي بشكل عام ساهم بشكل كبير اليوم عندما قبل قليلة التحدث الدكتور بأن جماعة الحوذي استولت على كل الأسلحة الاستراتيجية في اليمن لا ننسى بأن التقارير تقول أن هناك دول خليجية سهلت ومهدت وصول الحوذيين في الواحد وعشرين أو في الثالث وعشرين من سبتمبر عندما تمت سقوط صنع إذن لماذا العداء لمكون هو بالأساس ضد جماعة الحوذي يا سيد الإصلاح إذا رجعت إلى تاريخه القديم فهو تاريخه أيضا كان متضامنا وكان دائما وكان مدعوما وكان مؤيدا من دول الجوار في داخل اليمن وقام بمعرفتهم وكان يقود عبدالله بن الأحمر رحمه الله رئيس الشورى سابقا وكان من أكثر القبائل الأربية التي ناصرت الدولة السعودية في الحرب الأولى وفي أيضا في مواقفهم ولكنه بعد وفاة اختلت توازنات وبالتالي نقول أنه خروج الحوذيين من صعدة ونزولهم إلى وصولهم إلى صنعة لم يكن صدفة على الإطلاق لأنه أول من أطلق الرصاصة على الملك عبدالعزيز هم الحوذيين في الحرم المكي في بداية القمسينات أو في أواخر الأربعينات من القرن الماضي وبالتالي نقول أنه ليس هناك ود على الإطلاق فإذن لكنهم صمتوا لخروجهم من الجبال إلى أن يصلون صنعة ويحاصروا هون من الرياض بأن هذا لا يجوز أن يكونوا محايدا في هذا الموقف لحوسم الأمر لصالح السلطة السياسية الذي هو عد ربا منصور الذي كان مؤيدا وهو الذي دفع به من داخل المملكة العربية السعودية أن يكون الرئيس البديل لعبدالله صالح وبالتالي لم يحمى وهنا نقول أنه مشجع الحوثيين في البداية للإنطلاق نحو سنة تخوفا من من؟ تخوفا من إصلاح تخوفا من إصلاح وتخوفا من أي توجهات وطنية أخرى ولكن مع الأسف أقول أن حزب الإصلاح إذا أعتبر هو مكون أساسي في اليمن لا يستطيعون الخروج عنه على الإطلاق ولا يستطيعون هزيمته تحت أي ضرف كان لأنه أشد وأقوى عملا وعقيدة من الحوثيين لأنه منتشر في اليمن كله نعم وبالتالي نقول أنه إذا راهنوا على أنهم يقضون على الإصلاح فتلك هي الكارثة الكبرى ولن يستطيعون الدكتور بالمناسبة التاريخ يقول بأن عند قيام الجمهورية اليمنية في عام 62 الملك فيصل رحمه الله دعم الإمامة في ذلك الوقت لأن هناك طبعا تهديد من قبل جمال عبد الناصر بإنزال كل الحكومات الملكية نجح في ليبيا نجح في العراق نجح في كذا دولة بالتالي كان هناك دعم من قبل الملك فيصل رحمه الله الآن نعود إلى هذا الموضوع موضوع اليمن هناك الدكتور من يقول أننا نعيش اليوم في كوكب آخر بعيد عن ما يحدث في اليمن لا أحد يعرف كيف يقاد هذا العالم لا أحد يعرف ما هي الآلية المتبعة في التعامل مع الإنسان أينما كان من جهة هناك تنديد هناك استنكار من قبل طبعا هناك تنديد واستنكار من قبل الدول العربية لكن أتحدث من الدول التي تصدر السلاح وهي الدول الغربية تندد باستمرار وتستنكر باستمرار الهجمات العبثية على المواطنين في اليمن من جهة ثانية ما زالت بعض الدول تلك التي تشجب وتستنكر ما يحدث في اليمن تزود وتبيع الأسلحة إلى أحد أطراف النزاع في اليمن كيف نفهم هذا العالم؟ أين العالم؟ أين العالم؟ منظماته وهيمنته ودوله العظمى فيما يحدث الآن وعدم احترام الإنسان اليمني سيدي هو مع الأسف الشديد إذا نظرت في أيام أوباما كان الوضع مختلف كان الوضع إلى حد ما عقلاني يعني أنه وقف مواقف على الأقل دولة عظمى لكن الآن عندما تولت الإدارة الجديدة هذه بقيادة ترامب تغيرت الموازين لأنه جاء رجل تاجر رجل أعمال جاء من أجل بيع سلح وأنا أقول أن هذه الحرب اليمنية هذه الحرب اليمنية إذا بقيت الظروف على ما هي عليه في العالم العربي وإذا بقيت الظروف على ما هي عليه في واشنطن وجود ضد للرئيس ترامب الأمريكي في جولة أخرى والحرب ما زالت قائمة فأنه سيستمر إلى أن يستمر إلى استلام 350 مليار دولار الذي هي موقع عليها في تلك الفترة والذي أعلنها الرئيس الأمريكي قال أنا عندي عقود ب350 مليار دولار ولا أتنازل ولا أتنازل عن هذا ولا بد أن أخذها وبالتالي وجد بعض الأصوات في الكونغرس من الجمهوريين أنهم يؤيدون إلى أن تجار سلاح وبالتالي نقول أن عملية أصبحت عملية تجارية بالنسبة للأوروبيين الأوروبيين ينظرون إلى نظرة أخرى يقولون إذا أمريكا يتبيع سلاح يتبيع سلاح أيضا فهم يبيعون ليس يكون السوق لهم الوحدهم الأمريكان يقولون إذا لم نبيعهم السلاح سيتجون إلى روسيا أو إلى الصين إلى دولة أخرى لكني أقول أنه ما زال هناك رائعان في داخل أوروبا وقد ينقلب كما انقلبت الحرب في فيتنام ضد الأنظمة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ضد الحرب الجارية في اليمن وستكون الدول المشاركة في اليمن التي هي قوة التحالف هي الخاسر الأكبر في هذا اللاحظة لكني أتمنى أن لا يجددوا للرئيس الأمريكي في جولته وهي السنة القادمة هي سنة انتخابات بالنسبة له أو ترويج الانتخاب القادم للجولة لأنه سيكون دمارا شاملا علينا في اليمن وغير اليمن ذكرت الرئيس الأمريكي ونحن في صدد التقرير أو المحمر المقبل لأنه لا تذكر الأزمة اليمنية إلا وتأتي اتباعا الأزمة السورية لكن هذه المرة من باب المرسوم الرئاسي الذي وقعه دونالد ترامب وهو الرئيس الأمريكي باعتبار أن هضبة الجولان السورية تبقى تحت السيادة الإسرائيلية طبعا كل ذلك سيكون هو المحور المقبل من حلقتنا لهذه الليلة لذلك أستاذناك الدكتور محمد وأيضا أستاذ المشاهدين للانتقال إلى تقرير آخر حيث أثار هذا المرسوم مرسوم الرئيس الأمريكي الاعتراف بضم الجولان السوري العربي المحتل إلى دولة الاحتلال طبعا عاصفة من الانتقادات الدولية وردود الأفعال الرافضة لهذه الخطوة طبعا التي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي نتابع معا هذا التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع إعلانا مفاجئا تعترف بمجبه الولايات المتحدة بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على هضبة الجولان التي استولت عليها من سوريا في العام 1967 وضمتها إليها في العام 1981 وقال ترامب في البيت الأبيض وإلى جانبه رئيس وزراء الاحتلال لقد جرت تخطيط لهذا الأمر منذ فترة الإعلان كان أحد وعود ترامب الانتخابية وقد رحب به رئيس وزراء الاحتلال بالقول ترامب نفذ كل تعهداته من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادتها على الجولان واصفا القرار بالتاريخي وأن مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية الإعلان أثار عاصفة من ردود الأفعال العربية والدولية فنظام دمشق استنكر الخطوة معتبرا أن اعتراف واشنطن بضم الجولان السوري المحتل لدولة الاحتلال اعتداء صارخا على سيادة ووحدة أراضي سوريا وإن ترامب لا يملك الحق ولا الأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة الأمم المتحدة أكدت أن الوضع القانوني للجولان لم يتغير وأضاف المتحدث باسمها أن سياسة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالجولان تأتي من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن وهذه السياسة لم تتغير فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عدم تغير موقفه الرافض للاعتراف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها هضبة الجولان الرئيس التركي قال في كلمة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي إن تصريح ترامب حول مرتفعة الجولان يجر المنطقة إلى حفة أزمة جديدة فيما هو القانون الدولي الأمين العام لجامعة الدول العربية ندد بالإعلان الأمريكي وقال إنه إعلان باطل شكلا وموضوعا ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بل وفي العالم الإعلان الأمريكي وترحيب الاحتلال الإسرائيلي به كشفا بوضوح عن حالة الضعف العربي وعن حالة غياب الموقف الموحد إزاء القضايا المصيرية وكذلك الفشل في إتقان لعبة المصالح التي تحكم عالم اليوم حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن دكتور محمد الرئيس الأمريكي وقع على مرسوم رئاسي يعترف بمجابه بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة برأيك لماذا أقدمت الإدارة الأمريكية في هذا الوقت بالتحديد على هذه الخطوة وأيضا كيف ترى التبعات هذه الخطوة حلو أقدم على هذه الأسباب السبب الأولاني هو مناصرة لنتنياهو في الانتخابات المقبلة المقبلة والتي تبدأ الشهر القادم هذا أولا هذا أولا الأمر الثاني أنه أقدم على هذا العمل بعد صمت عربي رهيب فيما قدم للقدس نقل السفارة نقل السفارة والاعتراف بأن عاصمة الإسرائيل ولاحظ القدس القدس المدينة القدس بجغرافيتها القدس الشرقي والغربية ما في فرق فهو قدم هذه أهدية وعلى استحياء بعض الدول العربية قدمت احتجاج على هذا ولكنها لم ترقى إلى مستوى وبالتالي عندما صمت الآخرين على هذا الموقع على الخطوة السابقة إذن هو كما يقول الإسرائيلين يقول أتركوا لنا العرب نحن نعرف نتعابل معهم لأن نعرف أنهم لن يقدموا شيئا لن يتخذون أي قرار وبالتالي أي قرار تتخذ سيادة الرئيس هو تحصل حاصل الأمر الآخر أنه مهدى لهذا العمل بأن أشركوا أو شتتوا العالم العربي فيما يعتبر بصفقة القرن وأصبحت الأردن على كفة فريت من المؤامرات التي تحاك بها إلى حد الداخل الداخل الأردن وأعلنها الملك صراحة واليوم إذا سمعت في البرلمان الأردني أنهم يطالبون بإيقاف شراء الغاز من إسرائيل لأنه من أرض عربية بمئات المليارات الدولارات وبالتالي هذا العمل لو أقدمت الدول العربية أو ناشد الدول العربية المنتج للغاز والبترول أن تمد الأردن بكل إمكانياتها بكل احتياجاتها في هذا ولتكون هي المساعدة للأردن يستاهلون صحيح أنا أقول بأنه قد قدموا كثيرا ليس للأردن وإنما قدموها لأطراف أخرى صحيح في حرب العراق إيران قدموا مساعدات في حرب العراق أيضا عن العراق قدموا لتركيا قبل حزب العدالة والتنمية قدموا لها إمكانيات ضخمة للبترول والغاز بالمجان لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات إذا لماذا لا يقدموا للأردن هذا العمل بالنسبة للغاز لينقذوا الشعب الأردني من أن يكون أسيرا للإمدادات الطاقة من إسرائيل بعد اتخاذ الموقف بعد اتخاذ الموقف هذا لماذا لا يصير هناك دفع عربي في هذا خل الخلافات بيننا نحن العرب والتظل كما هي لكنه لا يجوز التطبيع الصريحة الواضح مع الكيان الإسرائيلي بهذا الموقف هي تنازلات أصبحت يا سيدي هي تنازلات أصبحت لكن لا تتنازل عن قيمتك لا تتنازل عن قيمك لا تتنازل عن عروبتك لا تتنازل عن سيادتك لا تتنازل عن موقفك هذا ولأخوانك وأهلك في الصين وفي الأردن لماذا لا نشد من أجرهم في هذا الموقف نحن مع خلاف لنفترض أنه خلاف مع الحكومة الأردنية خلاف مع الحكومات الأخرى لكن هذا الخلاف في موقف في لحظة من اللحظات يجب أن قادر الأردن من هذا العمل كما أقول لك البرلمان الأردن اليوم وهو يطالب بأعلى صوت بيقاف الأمر الآخر سيدي الآن الجولان الجولان قد وقع بيان الرئاسي أو أمر الرئاسي بالاعتراف بهذا شو جيب هذا الأمر؟ من كل الدول العربية ومن الدول الأوروبية وأنا أقول لك أنه الأصدق في هذا الرفض لهذا البيان الأمريكي والقرار الأمريكي الأوروبيون أكثر صدقا من العرب في هذا الموقع كيف دكتور؟ أنا أقول بكل أمانة لأن الأوروبيين معتمدين على أنه هذه منطقة محتلة وباعترافهم جميعا بأن منطقة محتلة بمجب قبل بأنه يحول الاحتلال إلى قانوني إلى أمر قانوني تكون سابقة في التاريخ أنه ما يحتل يضم ويصير ملكا له وهذا أمر لن يقبله الأوروبيين رغم موافقته مع إسرائيل هذا واحد أنه مصداقية العرب في هذا هو الوقوف الآن إذا كان أنت على علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية على عينه رأسي إذن لماذا لا يجتمعون ويقررون قرارا باتا بأن العلاقات مع الولايات المتحدة تتعلق بمصير الجولان والقدس ويكون هناك موقف حقيقي من هذا الموقف يجعل يكون هناك رادع حتى يدفع بالكونغرس الأمريكي إلى رفض التصديق على هذا البيان الرئاسي وإذا لم يتم فأنا أقول وسجل عليه وليسجل للمستمعين جميعهم إذا جدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجولة ثانية معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ضم الضفة الغربية التي تسمى يهودة والسامرة ستضم إلى إسرائيل بحكم أن يدها هناك موجودة وأن في 70% من المستوطنة تحت الكيان الإسرائيلي وبالتالي تضم والعرب سيقولون شجب وأيدانة والأوروبيون سيقولون أنه تشروع للاحتلال ونظل كما نحن ندور في حلقة مفرقة معنى ذلك دكتور أن هذا الأمر وهذا المرسوم سيصبح طبيعيا مع مرور الأيام المقبلة وعلى جميع الأطراف أن تتقبل هذا الأمر إن لم يكن هناك وقفة جادة من قبل القيادات العربية لأننا على موعد السبت المقبل مع قمة عربية في تونس الشقيقة ماذا يمكن أن نرى وهي تتزامن مع هذا القرار؟ دعونا أقول بكل أمان وبكل صراح اللاعب الحقيقي الذي يستطيع أن يلجم الجموح الأمريكي الآن والإسرائيلي أنا أقول أنه مصر والمملكة العربية السعودية في العالم العربي المملكة العربية السعودية بقدرتها المالية اقتصادية وبمكانتها الدينية وبأنها قبلة لمليار مسلم موجودين يهزون الأرض إذا لم يكن ذلك ومصر هي القوة الاستراتيجية الكبرى البشرية البشرية والعسكرية والجغرافية أيضا هي مجاورة لهذا الكيان وبالتالي هاتين القوتين في العالم العربي هي التي تستطيع أن تلجم الجموح الأمريكي الإسرائيلي في هذا الطرق إذا لم يكن ذلك فمؤتمر القمة قادم ماذا سيكون في مؤتمر القمة لن يكون فيه شيئا عن الإطلاق تنديد واستنكار تنديد وقد يتحفظون على كلمات البيان وأنا أقول لك من الآن من الآن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتصلت بكثير من الدول العربية على وجه التحديد تنبههم إلى القرار الذي يجب أن يتخذ في تونس وهذه ممارسة ليست سرة هذه تتنافى مع السيادة دكتور محمد تتنافى مع السيادة الأمريكية لا يعرفون سيادة لغيرهم نبقى في هذا الموضوع دكتور الآن لكي نتفاهم هذا القرار اليوم الدعم الأول لمنظمات الأمم المتحدة اللي نكون أكثر صراحة هي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بشهادة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن من ينادي كثيرا بالأمن والسلم الدوليين هي الولايات المتحدة الأمريكية والمصيبة أن من يدعو لاحترام القانون والأعراف الدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية إذن كيف نتفهم هل نحن نتحدث عن إدارة جديدة وصلت إلى سدة الحكم وهي مرحلية وستنتقل أين الدولة العميقة أين مؤسسات الدولة العميقة لتقف على الأقل مع احترام القوانين الدولية التي تدعو دائما بأن المحتل يجب أن يغادر هذه الأرض المحتلة أخي في قيم في الولايات المتحدة والصوت مرتفع جدا أين هي دكتور ضد النظام مرتفع جدا لكن هناك المصالح التي يقول بها أترام يقول أنا عندي مبالغ مقدارها وكذا أنا عندي عمالة مقدارها وكذا أنا أشغلهم هؤلاء أجيب فلوس من المكان الفلاني أنا أعمل كذا إذن هو بيستجيب لإرادة شعبه في هذه اللحظة لكن هناك أقلام حرة وهناك مواقف كثيرة من كثير من المفكرين والسياسيين في الولايات المتحدة وفي الغرب ضد ما يسير في هذا الموضوع وبالتالي أنا يعني مش أنا كلنا يجب أن نجمع على هذا القول أنه إذا صدر إذا قبلت الدول العربية في مؤتمر تونس القادم بأن يكون بيانها بيانا شكليا متعودين عليه بموجب الضغوط الأمريكية التي تفرض عليهم اليوم وإلا أنهم سيهددون كما قال أنا لو أسكت عنكم تسقط حكوماتكم هذا ليس صحيح على الإطلاق لأنه عندما تكون الجابة الداخلية قوية لا يستطيع أن يصيدي شوف موقف كوريا الشمالية موقف كوريا الشمالية هي أقل أقل غناء من السعودي فقيرة جدا معدمة لكن وقفت الندل للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي ينشد ويبرمج لقاءات مع الرئيس كوريا الشمالية وفي أماكن منفصلة بعيدة وبعيدة جدا وشوف إلى أين إيران إيران هذه إيران الذي موجود والذي محاصر الآن وكل شيء يفرض عليه حصار لا يستطيع أن يقدم خطوة له إسرائيل لن تحارب إيران نيابة عن العرب على الإطلاق أو لصالح العرب على الإطلاق لأن مصالحها أيضا تقتضي كذا وإذا نظرت إلى تاريخ إسرائيل مع إيران حتى في زمن الثورة حتى في زمن الخميني فكان هناك لقاءات وكان هناك اتصال وكان هناك تسلح يأتي برضى الولايات المتحدة الأمريكية لإيران وبالتالي أنت غدا وفي الأجل القريب المنظور ستصطلح الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران ونكون نحن الخاسرون في كل مكان أداء موقتة دكتور لكل سمع حتى الأطفال في البيوت سمعوا عن صفقة القرن وكنا نتحدث دائما من خلال البحث في المعاهد الدراسات الاستراتيجية ومن خلال التقارير ومن خلال وسائل الإعلام يجي معه مما تتكون هذه الصفقة صفقة القرن هل تعتقد بأن الباب الأول أو المفتاح الأول لصفقة القرن هو سيادة إسرائيل على الجولان مية المية الخطوة الأولى هي القدس نقل السفارة الخطوة الثانية هي الجولان الخطوة الثالثة القادمة الخطوة الثالثة القادمة الذي سيتربصون بها هي تفتيت يعني إضعاف الأردن إلى أقصى حد التضييق عليه الاقتصادياً نعم التضييق على وليهذا أنا أقول على العالم العربي دعم الأردن على العالم العربي أن يسارعوا إلى إنقاذ الأردن لينقذوا الجزيرة العربية على وجه التحديد وينقذوا مصر من الهلاك وينقذوا مصر من الهلاك وينقذوا دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أو انطلاق من الأراضي السعودية لأنها المحادية له في هذا الموقف إسرائيل الآن هم يراهنون على ذلك وإضعاف الأردن وهذا هو يعني الملك أو الأمس تحدث أمام مجتمع أشائري أمام مجتمع قال نحن ولا يمكن أن نتناسل عن المسؤولياتنا عن بيت المقدس رقم الضغوطات رقم الضغوطات طبعاً هو بلاقي تهديدات فهنا نقول أنه دعامة الأردن هو إجهاض لأي مقر الأردن يضعف أيضاً من بعض الدول العربية راجل بالحصارة عليه بطريقة أخرى وبالتالي من ينقذنا من هذا كله لن ينقذنا في هذا الموقف إلا صدق إرادة سياسية تنطلق من القاهرة والرياض وإلا سيكون العرب في أكبر خسارة ممكنة عودة دكتور إلى التاريخ في عام 67 تم انتزاع هذه الأرض وأراضي أخرى من الأراضي العربية من قبل إسرائيل اليوم نتحدث عن أكثر من خمسين عام نرى التنديد مشهورين فيه نرى الاستنكار أيضاً نحن مشهورون به تعتقد بأن قياب الموقف العربي اليوم استقطاب عربي عربي في كل مكان لا توجد بقعة أرض أو خريطة عربية جغرافية في هذا الوطن الكبير إلا وهناك خلاف المغرب والجزائر خلاف دول مجلس التعاون خلاف وصل إلى حد التوتر العام ما يحدث في اليمن ما يحدث في سوريا العراق أيضاً لبنان فلسطين السودان السودان أيضاً هل تعتقد حتى في القرن الأفريقي جيبوتي والصومال هل تعتقد بأن تشتت العرب وانقسام العرب سيولد اليوم انت حديثك قبل قليل بأننا في ظل هذه الانقسامات وفي ظل هذا الاختلافات يجب أن يكون هناك رأياً موحد عربي في ظل هذا ما نشاهده على أرض الواقع هل التاريخ سيسامح كل من وقف إلى جانب المحتل أو من وقف مع صفقة القرن تحت الطاولة التاريخ سيكشفون الأوروبيين سيكشفونه بمجرد ما يخرج من الرئاسة الأمريكية أو الوزير أو رئيس يكتب كتاب يكتب مذكراته ويأخذ فيها مليون دولار أو ثلاثة مليون دولار ويكتب مذكراته حتى لا يقال التشهير لكنه أدعو كل إنسان صادق حريص على هذا المهم يقرأ مذكرات يقرأ مذكرات وزير خارجية ما اسمها الأمريكي هذه كونداليزا رايس يقرأ مذكراته وتشوف الفضائح اللي موجودة فيها يا أخي يقرأ مذكرات وزير خارجية الآن الجديد الذي صادره جديدا يقرأ تشوف بيفضحونا يا أخي بيفضحونا مع الأسف تعرف أن كتاب بريكنك ثرو الذي كتب موشى دعيان في الستينات من القرن الماضي كان ممنوعا من دخول الوطن العربي بالكامل لأنه كان يدخل يشيل القناع من عينه ويدخل مطارات عربية ويدخل في سيارة سوداء ويقابل الملك الفلاني والرئيس الفلاني والزعيم الفلاني ويرجع في طائراته الخاصة طائرة ليس عليها عالم إسرائيل ولا شعي هذا رئيس الأركان لكن الكتاب الآن موجود في السوق ومترجم للغات العربية وشوف الفضيح اللي موجود فيه التاريخ لا يرحم وهما سيفضحون جماعتنا وبالتالي لن يكون لهم قمة بدل ما يقول الله يرحم ويقول لك الله يسوي فيه اللي يسوي فيه أنا لا أريد أن أقطيل فيه هذا أقول نحن نواجه مأزقا كبيرا في الأيام القادمة وستبدو لك الأيام القادمة في مؤتمر قمة تونس ماذا ستكون النتائج عليه نعم الآن حديثنا عن الجولان وتحدثنا عن الأزمة اليمنية ونعلم بأن هناك أزمات أخرى يعني نحن مشهورون بكثرة الأزمات واصطناع المصائب في الوطن العربي سواء كان بضقوطات خارجية أو حتى من صنع أيدينا الداخلي الآن ننتقل إلى الأزمة الليبية دكتور محمد طبعا هناك حالة انقسام داخلية بين مكونات الشعب أو القوى الليبية لكن في الوقت نفسه هناك تدخلات أجنبية أضرت بالمشهد الليبي ورأينا أين وصلت ليبيا حتى الآن كيف تقيم مساهمة هذا التدخل الخارجي في الشعن الليبي إلى إطارة أمد هذه الأزمة برأيك قبل أن ينتهي برنامجك أولا أود أن أقول بكل أمانة نحن في قطر نشيد بإخواننا العرب المقيمين معنا في هذا الأزمة الذين شاركونا فيها وكذلك أشاد بهم سمو الأمير في أكثر من موقف هذا كلمة في محلها هذا لا بد أن نترف به ونقول نشده على أيديهم ونقول كونوا معنا نكم معكم في السراء والطراء هذا واحد اثنين فيما يتعلق بسؤالك في ليبيا يا سيدي ليبيا أولا أصحاب هذا العبث في ليبيا هم عرب تقوده مصر ودول خليجية أخرى ما في داعي أظل من أول حلق لا أنا بذلك هي الإمارات نعم صحيح طائراتهم رصدت جويا واعترف بها كانت تطير من مطارات مصر وتضرب في ليبيا وإلى آخره المال النفطي يعبث في ليبيا بك ثم أيضا بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا ألعبث في ليبيا وهناك أطماع أيضا يا سيدي وهناك أطماع في كل الأطراع صحيح لكن قبل النهاية في هذا الموقف أليس من هؤلاء العرب الذين قدموا المبادرة العربية في بيروت وفي المغرب ألفين واثنين أليس من حقهم أن يعودوا ويستعيدوا هذه المبادرة ويقولون لترامب وجماعته وإسرائيل إذا لم تستجبوا لهذه المبادرة فلن نتقدم خطوة معاكم وستقوم عملية مصالحة عربية مرة أخرى من أجل الأمة أنا قبل أن أختم حلقة الليلة دكتور محمد طبعا هناك اجتماع يوم السبت ويأتي من خلال أو قبيل اجتماع القمة العربية وهو اجتماع الرباعية المعنية بليبيا الجامعة العربية الاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الأفريقي هو يوم السبت المقبل ماذا يمكن أن نرى من هذا الاجتماع بكل أمانة لكي نرى ليبيا مستقرة الآن تحدثت قبل قليل عن التدخلات الأجنبية عندما نقول أجنبية قد تكون عربية وغير عربية الآن ماذا يمكن أن نرى من هذا الاجتماع إذا كانوا الفرقاء لا ينظرون نظرة الدولة الموحدة في ليبيا فماذا يمكن أن نرى من هؤلاء لم ترى إنجازا على الإطلاق بهذا بكل اختصار وعلى مصر في هذا الموقف وعلى من يعينها في هذا مالا في الجانب العربي يجب أن يوقف هذا العبث في ليبيا من أجل الشعب الليبي لأنه الشعب الليبي شعب عزيز شعب عربي شعب لا ينسى لا ينسى أثار أبدا كما هو الشعب اليمني المشيئن والقمة العربية لليبيا لن تقدم شيئن وهي جاية تحصيل حاصل لديه ليس هناك إنجاز طبعا أنا أشكرك الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر كالعادة نستفيد منك دكتور وأكثر الله من أمثالك وأطال الله في عمرك ونراك إن شاء الله في الحلقات المقبلة وإنت طيب أنت والسادة المشاهدين شكرا والشكر أيضا وصول لكم مشاهدين الكرام ومستمعين أيضا في ذاعة قطر على كرم المتابعة إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة في الختام لكم مني التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة موسيقى